في جديد الأزمة الرياضية استغرب نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة حمود فليطح من مضمون الكتاب المرسل من الاتحاد الكويتي لكرة القدم في الخامس عشر من سبتمبر الماضي إلى سكرتير عام الاتحاد الدولي لكرة القدم جيرون فالكا معتبرا أن الكتاب احتوى تحريضا واضحا وصريحا على تعليق كرة القدم الكويتية وهو ما تم بالفعل بعد شهر واحد فقط من إرسال الكتاب إبسار عفيفة بإصدار قرارها الظالم بإيقاف اللعبة في الكوي دوليا في السادس عشر من أكتوبر بالدعاء كاذب بوجود تدخل حكومي في الشأن الرياضي ومنها اتحاد القدم على وجه الخصوص